خلال نادي الزمالك أنت بتاخد ثلاث نقاط من فريق كبير جدا زي نادي الزمالك ثانيا الثلاث نقاط دول حيخلوك متصدر بطولة الدوري أخيرا بعد فترة وهو في الحقيقة المكان طبيعي بالنسبة للنادي الأهلي هو تصدر هذه البطولة طبيعي جدا لأنه خد البطولة دي أربعين مرة قبل كده إن شاء الله المرة دي تكون المرة رقم واحد واربعين وكمان يعني من دبني الحاجات المهمة جدا واللي تلفت للنظر سمعنا بعض المسؤولين في بعض الأندية مسؤولين كبار جدا خلال فترات كتير فاتت كانوا بيقولوا المنافسة هتكون ما بين نادي الزمالك ونادي بيرميدز دلوقتي أعتقد المنافسة انحصرت ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك وإن شاء الله بإذن الله نادي الأهلي يتخطى عقبة نادي الزمالك عشان يقرب بشكل كبير حيكون لسه في مبارات صعبة سواء للأهلي أو الزمالك لكن إن شاء الله نادي الأهلي لما بيبقى متصدر للقطولة الدوري صعب جدا أنه يفقد هذه الصدارة بإذن الله الأمور تسير بالشكل الجيد بإذن الله قبل كل ده نتمتع بمباراة كبيرة جدا ما بين الأهله والزمالك وتكون نتيجتها إن شاء الله في صالح النادي الأهلي والأكيد بيتمنى كل جمهور القلعة الحمراء أرفوز بهذه المباراة الخاصة والهمة والمشتقبة إن شاء الله مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم السبت القادم